الأخ الرئيس وجهت سؤال إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان بطلب تزويدي بأسماء الشركات اللي طبقت عليها الجزاءات بشأن الإيقاف والتي رفع عنها الإيقاف لآخر ثلاث سنوات وطلبت منه تزويدي بالمخاطبات التي تمت من الأجهزة أو الجهات الحكومية لجهاز المناقصات بهذا الشأن الأخ الوزير أفادني بأسماء الشركات ولكن الأخ الرئيس الوزير المعني للأسف تحجج بتفسير المحكمة الدستورية وقال أن للوزير المسؤول الحق في الرد على السؤال بما عسى أن يراه مناسباً من بيان يفي بما هو مطلوب دون أن يكون من شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات أو أوراق والسناداً على هذا الكلام الأخ الوزير رفض تزويدي بالأوراق والمستندات ومخاطبات الجهات الحكومية لجهاز المناقصات نحترم وبشدة قرارات المحكمة الدستورية وتفسيرها للسؤال البرلماني ولكن أنا بوجه كلامي لوزير العدل وأتمنى أن يكون عند رد أقولها لما أتكلم عن جهاز المناقصات وأطلب المستندات اللي على أساسها طبق عقوبة على الشركة وأطلب المستندات اللي على أساسها جهاز المناقصات رفع عقوبات بعد شهر وشهرين من تطبيقها وأطلب مستندات تم من الجهات تطلب إيقاف هذه الشركات المتأثرة في مشاريع الدولة ولكن جهاز المناقصات لم يستجب لهذه المطالبات لما أطلب كل هذه المخاطبات ويرفض وزير العدل تزويدي بها ما هو التفسير لهذا الرفض؟ لماذا لما تكون أسئلتنا موجهة عن الشركات نلاقي بعض الوزراء إما يودعون الإجابة في الأمانة سرية إما أن يرفضون أن يزودوننا بالمخاطبات الدالة على هذه الطلبات فبالتالي أنا أوجه كلامي لوزير العدل وقل إجابتك مرفوضة إذا كنت ما تمكن العضو من ممارسة دوره الرقابي ومن الإطلاع على هذه المخاطبات فهذه مشكلة حقيقية هل وصلنا إلى مرحلة أن الحكومة ترفض تزويدنا بمخاطبات وما تمكننا من ممارسة دورنا الرقابي اتجاه جهاز حساس مثل جهاز المناقصات؟ لذلك الأخ وزير العدل أنا رح أعيد توجيه السؤال مرة أخرى وأطلب هذه المراسلات وعليه أن يزودني فيها طبعا السؤال كان فيه شقين استفسار عن الشركات من سنة 2020 التي تم تطبيق العقوبة عليها والاختطبت أيضا صورة ضوئية نحن في وجهة نظرنا ردينا على السؤال استنادا إلى قرار محكمة دستورية مثل ما تفضلت الدكتورة على أساس أن الشركات اللي طلبتها لكن تبقى الأمور المخاطبات والمخاطبات هذه الوزير رد بالرد لكن المخاطبات أنا أعتقد واستنادا إلى قرار محكمة دستورية ما يفترض أني أنا أطلع صورة ضوئية عن طبيعة الأعمال اللي قاعد تمشي فيها لجلت المناقصات يعني السؤال كان مربوط بشقين وفرنا الشق اللي إيه المطلوبة فيها هذه الشركات هبو شكرا أخر رئيس الأخر رئيس المخاطبات اللي طلبتها هي مثلا خنفرض أن وزارة الكهرباء خاطبة جهاز المناقصات تطلب تطبيق عقوبة على الشركة الفلانية شنو السرية في هذا الموضوع أني ما أشوف شنو أسباب هذا الطلب وما أشوف ليش جهاز المناقصات رفض تطبيق العقوبة مع أن هذه الشركة متعثرة وفق طلب الوزارة المعنية أين السرية في هذا الموضوع اللي يرفض الوزير تزويدنا فيها ولا نتحجج في المحكمة الدستورية وتفسيرها لأن المحكمة الدستورية لم تفصل فصل نهائي وإنما قالت لهم الحق فأنا هنا أشوف أن مارسوا حقهم بطريقة خاطئة وإن كان وزير العدل في الحكومة لا يقبل بتطبيق دورنا الرقابي فهذه مشكلة حقيقية تعاني منها الحكومة لا زلت مصرة على تزويدي بهذه المرفقات شكرا لأخ الرئيس